إلى حلقة جديدة من حوار اليوم على كل الدول عندما تريد أن تضبط ساعاتها عليها أن تضبطها على توقيت دمشق كل التطورات التي تموج والمتغيرات التي تموج بالعالم مرتبطة بتوقيت دمشق عندما يكون هناك أفكار ورؤى جديدة وعالم جديد متعدد الأقطاب فيعني أنه لابد من دمشق عندما تكون هناك طموحات ومطامح وآمال وحقاد وضغار لابد أن يفكروا بدمشق لأن دمشق تضبط الساعات على توقيتها ومن دمشق تمر كل الخطوط الطول والعرض وتتقاطع في دمشق عندما نتحدث عن دمشق يعني على كل الدول المحبة الصديقة الجارة الخصم العدو الذي وضع نفسه في صفوف العدو وعلى الإرهاب بكل مستواته أن يضبط ساعته على إيقاع الجيش العربي السوري وعلى إرادة المواطن العربي السوري هذه الأفكار والرؤى كلها منطلقة من قدم هذه الأرض من تاريخية هذه الأرض من جغرافية هذه الأرض من الوضع السياسي والاجتماعي والفكري والتاريخي والديني وعندما نتحدث عن الدين والجثر الديني نتحدث عن الإسلام المعتدل والإسلام الشامي فلم يأخذ الإسلام بعده وألقه الحضاري والإنساني إلا عندما دخلت بلاد الشام وبلاد الرافدين فكانت الحضارة العربية والإسلامية لماذا هذه المقدمة؟ لأنه من خلال هذه المقدمة نجول في جولة وفق حول ما جرى اليوم من مؤتمر صحفي بين بانكيمون والأفروف حول التصريحات التي تريدنا من كل حدب وصوب حول الاجتهادات المقدمة من هنا وهناك في الداخل والخارج ولكن كل ذلك لابد أن يضبط على الإيقاع السوري والتوقيت السوري والمشهد السوري والرؤية السورية أهلا بكم إلى جولة أفقد النجول من خلالها مع ضيفي هذه الحلقة الدكتور سليمان فندي باحث إعلامي وسياسي أهلا ومحرم بك مساءك سوري مساء الخير مساءكم سوري ولسوريا أغلاء شكرا جزيلا أهلا بك دكتور سليمان وأيضا من المركز الإفاعي والتلفزيوني في اللاذقية دكتور حسام خلاصي محلل سياسي أهلا ومرحبا بك مساءك سوري دكتور خلاصي مساء الخير دكتور خلاصي إذا بدأنا من عندك جولة الأفق السياسية الإعلامية الفكرية الوطنية الاجتماعية كيف تقرأها وعين وصلت لديك رحمة لأرواح شهداء سورية وشهداء الجيش العربي السوري وتحية لجرحانا والدعاء لهم بالشفاء العاجل والصبر والسلوان لذوي الشهداء سوريا الآن كي أدخل في صلب الموضوع سوريا الآن على مفترق طريق مهم جدا وفق ما أراه هناك وجهتين نظر لحل الأزمة السورية وجهة نظر بدأت تحشد قواها خلف التوجه الروسي الدائم منذ عامين حتى الآن وهو الدعوة للحوار أو الحل السياسي أو الخروج بحل سياسي بعد أن استنفذت كل هذه القوى الظلامية أدواتها على الأرض لا أقول كلها وإنما جلها الآن هناك توجه آخر تماما وفق ما أراه يصور أنهم يمكن أن يجعلوا من سوريا أفغانستان الشرق الأوسط البارحة أعتقد أو اليوم صباحا في الكونغرس الأمريكي صدقت على خطة لمكافحة الإرهاب مدتها من عشر إلى عشرين عام وقدمت إلى باراك أوباما هم وفق ما أراه في إعلامهم الآن ينشطون جدا في تكريس ما كنا قد نوهنا إليه منذ بداية الأزمة وكانت هذه الحقائق واضحة ومفضوحة عبر تصريحات سيد جعفري والمستندات التي قدمت بأن هناك إرهابا دوليا موجودا في سوريا تتالت التصريحات اتباعا من وزير خارجية إلى وزير خارجية من رئيس حكومة إلى رئيس وزراء إلى على مستوى الرؤساء بأن هناك إرهابا يصدر إلى هذه البلدان وآخر تصريح الذي صدر بأن هناك سبعمائة أوروبي لا يحق لهم العودة مطلقا إلى أوروبا لأنهم إرهاب دولي هذا التسليط الضوء الإعلامي أنا أعتقد مع قانون أو مع فكرة محاربة الإرهاب في سوريا أتصور أن الداعمين لتيار العنف والتقسيم يسعون وراء هذا المسعى يعني يريدون أن يصوروا سوريا على أنها دولة فقدت السيطرة وأن هناك إرهابا دوليا موجودا على أراضيها يستطيع الأمريكي ولاحقا الأوروبي لأنه الآن في انقسام في أوروبا حول هذا الموضوع يريد الأوروبي والأمريكي أن يتقدموا إلى سوريا لمحاربة الإرهاب ظنا منهم أو ترويجا منهم لأن هذا الإرهاب قد يطالهم وبدأت سلسلة التفجيرات المخطط لها في تركيا وأعتقد أنها ستمتد إلى جزء من أوروبا وسيقولون أن مركزها هو سوريا وسوريا بمنظومتها الحالية لا تستطيع أن تصد هذا الإرهاب الدولي إذن سنأتي ونحارب هذا الإرهاب الدولي هذا المخطط كانوا يريدون الإطباق عليه تماما في العراق لكنهم سبقوا خطوة على ما أعتقد الصد الحقيقي هو يكمن في الموقف الدولي الذي تحشد له روسيا على الأرض هناك جيش عربي سوري أعتقد وأن البوصلة هي إسرائيل لن تحيد هذه البوصلة عن إسرائيل مهما روجوا ومهما فعلوا فالصد الحقيقي هو عبل التيار السياسي الذي تقوده الآن وبفعالية روسيا ومعها الصين وإيران ودول البريكس وتنضم تباعا دول أوروبية إلى هذا العمل يريدون أن يحققوا الشرعية الدولية أنا لا أعتقد أن فكرة الشرعية الدولية يعني هي فكرة ماسية ألمانيا على سبيل المثال مؤمنة بها كثيرا لا هناك تضارب مصالح في هذا الموضوع لكنهم لا يجدون مصلحة اقتصادية أو مصلحة سياسية لاحقة في أن يتم دخول قوى الناتو أو قوى أمريكية لتحتل هذه المنطقة وتقسمها وتجزئها هم يجدون أن مصلحتهم السياسية تقتضي بأن تبقى هذه الأراضي واحدة غير مقسمة لذلك من فترة إلى أخرى نسمع عبر المحللين الروس أو الدبلوماسيين الروس لا لتفكيك سوريا ولكن ما دخلنا بعد في مرحب التقسير ولكن دكتور خلاصي لا لتفكيك سوريا دكتور خلاصي ولكن قرأنا وتبعنا عبر وسائل الإعلام المختلفة أنه خلال الأسبوع الماضي كانت هناك زيارات سرية لمسؤولين على مستوى عالي في الاستخبارات الألمانية وفيما تعلق بكيفية التعاطي والتعامل مع الإرهاب وإمكانية تقديم تفاصيل ودعم لوجيستي أو دعم ميداني بشكل أو بآخر من خلال خبرة الجيش العربي السوري وخبرة سوريا في عملية التفكيك ومفاتيح القاعدة وجبة النصرة هل يعني ذلك أننا أمام مسارب مختلفة وأن كل التيارات لا بد أن تتقاطع في دمشق بشكل أو بآخر مسرب تفاوضي مسرب لحل سياسي مسرب لتسليح الإرهاب ودعم الإرهاب ويعني ذلك إعلاميا من وجهة نظر أخرى بقراءة الدكتور سليمان فندي البحث الإعلامي والسياسي أن هنا قراءة الخطاب والصورة تكون بأي شكل وبأي مستوى أنا على ما أعتقد أن كل أوراق الضغط التي تكلم عنها الدكتور حسام والتي نسمعها في كافة الوسائل الإعلامية المتنوعة عن رغبة أمريكا في محاربة الإرهاب وانطلاقا من الأرض السورية أعتقد أنها عبارة عن أوراق ضغط على سوريا وحلفاء سوريا من خلفها روسيا والحلفاء أيضا في هذا الموضوع لأن الآن أنا حسب رأي وحسب مراقبتي لهذه الأحداث والحرب التي بدأوها في سوريا منذ عامين ونيف أنهم لم يتوقعوا هذا الصمود الكبير أولا للجيش العربي السوري ثانيا للشعب والتفافه حول الجيش العربي السوري ورمز البلد حقيقة أيضا بالفترات السابقة عندما قامت إسرائيل في الهجوم على سوريا بالهجوم الصاروخي على سوريا لم يكنوا يضعون في الحسبان الرد الذي خرج من القيادة السورية في أربع نقاط أساسية وأكد عليها السيد حسن النصر الله أن سوريا ستزود المقاومة اللبنانية بكل أنواع السلاح وتحديدها في السلاح النوعي أن سوريا أعطت الأوامر للقادة العسكريين بالنسبة للقواعد الصاروخية في الرد المباشر عندما يكون هناك هجوم دون الرجوع إلى القيادة أن سوريا الآن بدأ هناك النشاط والكفاح والنضال والمقاومة الشعبية من هضبة الجولان وأن سوريا سمحت للفصائل الفلسطينية التي تريد المقاومة العدو الإسرائيلي من هضبة الجولان إذن هم لم يكنوا يتوقعوا أن سوريا ستصمد سنتين وحقيقة ما يحدد طبيعة الأحداث هو الانتصار للجيش العربي السوري في كل المواقع الإعلام الآن بدأ يلعب بالألفاظ والمصطلحات وهناك يستغل حقيقة بعض الأطراف التي تريد أن تصور الحدث قبل وقوعه بأنه حدث وحققنا إلى ما هناك إذن هناك أيضا نلاحظ أن بعض القنوات التي هي تنطق في العربية عندما كنا نتابعها في السابق ما قبل الأزمة أو ما قبل الحرب على السورية كنا نظن بأنها قنوات إلى حد ما قنوات إعلامية تلتزم الحياد إن صح التعبير أو تلتزم قواعد ومهنية العمل الإعلامي الآن أصبحت هذه القنوات أن أعتبرها هي أدوات وليست محطات إعلامية وبالتالي يجب أن يكون هناك خطاب إعلامي صحيح وواضح في نقل الحقيقة لما يحدث على الأرض من خلال ما يحققه الجيش العربي السوري في انتصاراته ضد المجموعات والعصابات الإرهابية على الأرض السورية حتى وللاحظ هذا الشيء أن هذا الانتصار يربك الجهات الدولية التي تريد أن تنطلق من سوريا في محاربة الإرهاب كما حدث بعد 2011 في أحداث تدمير البرجي العالمي في أمريكا يعني قراءة الصورة وتحليل الخبر وصناعة الخبر يعني كنا نتابع أن هناك أمر عمليات يصدر عبر الفضاء العربي والكوني مباشرة الأجهزة التصوير والمراسلين جاهزين يعني أن هناك عملية تفبركة وخيانة لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي ويعني ذلك أن عملية التشويه هنا المطالب بعملية نقل الحقيقة والحق الإعلام الوطني السوري أم أن هناك محطات إعلامية رديفة يجب أن تدعم ذلك حتى توصل الصورة بشكل أو بعض أنا في رأي من واجب وحق هذا واجب وحق على الإعلام الوطني السوري في البداية وقبل كل المحطات الأخرى الصديقة قولا واحدا وبالتالي أنا أرى من الضروري جدا نقل الحقيقة كاملة كما هي لأن هنا نواجه حقيقة في عصر تطورت فيه وتتطور بشكل دائم وسائل نقل المعلومة وسائل الاتصال الخبر إن لم أخذه من هذه المحطة الوطنية لأن الإعلام في طبيعته حاجة يقدم حاجة للمتلقي أو للمشاهد بغض نظر إن كان إعلام مرئي أو إعلام مسموء أو ما دخل حديثا الشبكة العنكبوتية أو الإعلام من خلال الاتصال الهاتفي إذن إذا لم أخذ الخبر أو حاجة الإعلامية من خلال محطة الوطنية التي تقدم لي الحقيقة كما تحدث على الأرض لن أستطيع الحفاظ ونقل الحقيقة من خلال محطات أخرى وبالتالي أمام خيارين لا سالس لهما إما أن نقدم الحقيقة من خلال شاشاتنا الوطنية العامة والخاصة بشقيها العام والخاص أو سنجبر هذا المتلقي الذي يريد وهو متعطش بشكل كبير جدا لمعرفة ما يحدث إلى محطات تصيغ الخبر بطريقتها الخاصة وتقدمه بما يخدم أجندتها السياسية المرتبطة بالدول المعادية بالنسبة للسورية وبالتالي نكون قد فقدنا مصداقية على الأرض وخسرنا روايدا روايدا هذا المشاهد أو هذا المتلقي في خطورة أيضا يجب أن نلحظها من خلال التسويق ومن خلال نقل الحقائق أننا في عصر نقل التكنولوجيا الرهيب كل من يحمل الآن جهاز خليوي أو هاتف زكي بما يسمى بين قوسي الهاتف الزكي الآن هو عبارة عن وسيلة إعلامية متنقلة محطة متنقلة رئيس تحرير محرر صحفي متلقي مخرج إلى ما هنالك وليس عليه أي ضوابط الآن في السابق عندما كانت وسائل التكنولوجيا الاتصال محدودة التطور أو التوسع في النقل وإلى ما هنالك كان ممكن أن نقول أنها لا تستطيع في حجب تقني معين الآن لا البسء الفضائي عابر للقارات عابر للمنازل عابر للحدود لا يحتاج لفيزا الآن هذا الهاتف الزكي أيضا اتصال مباشر مع الشبكة العنكبوتية وما لديها من آلاف وآلاف وآلاف من العناوين لا تستطيع أحيانا نتيجة الكم الهائل من المعلومات أن تفرق بين المعلومة التي تخدم برنامجك كبرنامج وطني أو كسوري مدافع القضية أو بينها خبر آخر قد يشوه لك الحقائق كما حدث وبدأت عليه الجزيرة منذ بدايتها حتى يومنا هذا إذن هنا الخطورة يجب أن نلحظ ذلك وأنا من وجهة نظري لابد من تقديم الحقيقة كما هي حتى لا نجبر المتلقي الوطني إلى اللجوء إلى محطات أخرى قد تكون معادية قد تكون شريكة قد تكون لها أجندة لأن نحن نعلم استاذ نضال لا إعلام بلا هدف ولا إعلام بلا أجندة ومن يملك المال في الإعلام يملك القرار هنا في سوريا نحن نعيش حقيقة جدا أن وسائل إعلام مملكة للدولة وبالتالي أنت تستطيع أن تتحرك وتقدم بما يناسب هذا البرنامج وأنت هنا متهم بأنك تحابئ الدولة في أي خطار وأنك تقول طبعا هذا معروف ولكن رغم ذلك ورغم معرفته بأن هناك إعلام رسمي ناطق باسم الدولة صاحبة القرار إلا أن هناك إشارات الاستفاق دعني أتوقف عند هذه النقطة لأنتقل إلى دكتور خلاصي في اللازقية دكتور إلى أي مدى تجد أننا نحن عانت سوريا والسوريين وأزمة سورية من تلعب الإعلامي وتلعب بين اللغو واللغة دخلنا في متاهات ومصطلحات ومفاهيم أثرت بشكل أو بآخر على أمن المواطن أمن القبيلة أمن العشيرة الأمنك الشخصي أمنك الاجتماعي إلى ما هناك من عنوين تبدأ ولا تنتهي تفضل دكتور خلاصي اسمع لي قبل ما جاوبك عن السؤال في استكمال للسؤال اللي طرحته حضرتك أنا قدمت أول شي سيناريو إداعش إيلول سوري مفترض فيه توجه سياسي أمريكي عم يسعى باتجاهه التوجه الآخر أو الرأي الآخر اللي هو بدي يفرضه الجيش العربي السوري الحل الروسي السياسي اللي مفترض حدوثه وفيه جهات مثل ما أنا عم بيقول ستكلف سوريا وسوريا مكلفة وبدأت تكليفها بالقضاء على الإرهاب الدولي لكن مثل هذا النوع من التكليف يحتاج إلى كسر أنف أمريكي أمريكا لا يهون عليها أن يمرغ أنفها في التراب لذلك تطيل في عمر الحل السياسي تبحث عن مخارج على الأرض لكي تستطيع التغول أو التدخل عسكريا بقدراتها بحجج القضاء على الإرهاب الدولي لكن حقيقة انتصار الجيش العربي السوري عمليات نوعية للجيش العربي السوري الترابط الوثيق ما بين الحلفاء وما بين ما يفعله الجيش العربي السوري على الأرض أعتقد أنه سيكون المخرج الذي سترضخ له قوى الظلام والشر وستكلف سوريا وستشكر سوريا وسيشكر الجيش العربي السوري لأنه خلص الكرة الأرضية من الإرهاب الدولي ولكن هذا يتقاطع ويدخل بالسؤال يا دكتور خلاصي مهم يحتاج تفضل دكتور خلاصي هذا يتقاطع تماما مع السؤال الذي طرحته لأنه ما نعانيه هو اللغو واللغة والتلاعب اللفظي والتصريحات هنا وهناك التي تؤثر على ما ذكرت من مقدمات ومن تفاصيل ومن نتائج يمكن أن نصل إليها اللعبة الحرب حرب إعلام نعم 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 حاليا نحن الأداة الإعلامية بعتقد أنه نحن في مرحلة نهايتها اليوم عم بيشتغلوا بدقة أكثر على الأداة الاقتصادية ويمكن نحكي عن هذا الموضوع بعد قليل بالنسبة للإعلام والتصريحات المتناقضة هنا دارسين تماما المواطن المنطقة أو المواطن السوري دارسين وعارفين كيف بيفكروا وكيف الطريقة اللي ممكن أثر فيها وتلاعب بمشاعره إلى آخره لذلك أنا أنصح من لا يشاهد الأعلام السوري يعني نفترض الآن أحدهم يشاهدني صدفة أنا أطلب فقط من باب الإنصاف أن نشغل هذا الميزان يعني عندما ينظر العقل إلى كفتين ميزان فلنحكم عقلنا على الأقل وننظر أين يوجد الكذب أكثر فلننظر أين توجد المصداقية أكثر فلننظر من هو مرتبط بوطنه أكثر إذا ردنا أن نحل الخطابات التي تصدر عن دوائر إعلامية مرتبطة بالصهيونية العالمية هذا أصبح مثبت يعني أنا لا أقول ذلك صحف أجنبية بدأت تتحدث كتاب أجانب مشهورين ومرموقين يقولون بارتباض قناة الجزيرة بأسس المخابرات الصهيونية المشاهد العربي السوري يجب عليه أن يكون منصفا يعني من يعتقد أن هذه المحطة أو ما يشابهها تقدم له معلومة إذا كان منصفا فقط ليراجع تاريخه وتاريخ دينه وتاريخ عروبته متى كانت الصهيونية صديقة للعرب وصديقة للمسلمين والمسيحيين في المنطقة لذلك عليه أن ينوع من مصادر معلوماته يعني أنا عن نفسي شخصيا دائما أبحث عن المعلومة في مصادر عدة مصادر صديقة ومصادر عدوة وأضعها على بساط البحث لكي أخرج بالنتيجة التي أستطيع أن أقدمها للمشاهد كم من المعلومات الهائلة التي يتواجد الآن على صفحات التواصل الاجتماعي أو صفحات الانترنت هو كم خطير وهائل جدا لكن علينا أن نستخلص العبر من هذه المعلومات يعني على سبيل المثال هناك مشهد دعني أذكر هذه المعلومة للمشاهد السوري الذي شاهد هذا المنظر المؤلم الشنيع لذلك الإرهابي الذي قضى من قلبي أحد الجنود وأحد الشهداء السوريين هل تعلم يا صديقي أنه في التلمود على سبيل المثال كتب بأن سيدنا إبراهيم الذين زوروه وصنعوه بطريقتهم قتل أربع وسبعون شخصا وشرب من دمهم وأكل من لحمهم ليصبح بقوة أربع وسبعين شخصا هذه العقيدة هي عقيدة يهودية فطير صاريون تصرف وتصرف يهودي من لا يعرف ذلك يخطئ هذه الثقافة هي ثقافة اليهود بالله عليك أحيلك أستاذ نظار لمشاهد التظاهرات التي خرجت في بداية الأزمة انظر إلى رقصات المتظاهرين إما بالقفز أو بالميل على الجانبين أو بالهز إلى الأمام والوراء راجعت كل الفلكلور السوري لأجد دبكة واحدة تشابه هذه الدبكات لكنني وجدتها أمام جدار المبكة ووجدتها في رقصات اليهود في احتفالاتهم وخاصة في عيد فطر الدم عندما يغمسون خبزهم بالدم علينا أن نكون فقط منصفين وأن لا نسمح لأفكارهم بالتغلغل إلى نفوسنا نحن سوريون قادرون على التفاهم مع بعضنا إذا كنا نمتلك هذه الثقافة ونحاور من خلال هذه الثقافة أما إذا زرعت في رؤوسنا أفكار صهيونية وأفكار لم ينزلها الله ولم يأتي بها رسول ولم يحدث بها مفكر فكيف يلتقي هذا السوري مع هذا السوري علينا أن ننصف مع ذاتنا قليلا وأن نراجع كم المعلومات الهائل لو يتاح الوقت فقط للإعلام الوطني السوري أن يذكر المغالطات فقط أنا اليوم قرأت تعليقا لأحد أصدقاء على صفحتي قال أنه كائنا من المطلوب أن تظهر هذه المشاهد الشنيعة دائما لكي تظهر لكي تظهر شناعة هؤلاء وما يرتكبونه أنا خالفته في الرأي قلت له أن الإعلام الوطني السوري إعلام أخلاقي إعلام ينظر إلى البعيد ينظر ويخاف على الطفل الذي يوجد في المنزل وعندما يشاهد الطفل السوري أن هذه المشاهد أصبحت للعموم يقتنع بأن ثقافته الوطنية يجب أن تبنى من خلال هذه الأفكار السوداء أنا أجزم بأنهم صوروا هذه الأفلام عن عمد ولهم غايات فيها وأن مثل هذه الأفلام لهم غاية في نشرها ليشكلوا منها منطلقا وفق أدواتهم الصهيونية ليعتبروا أن سوريا هي اليمن ليعتبروا أن سوريا هي أفغانستان وينقضوا للحرب عليها أقولها بالعامية خسئتم وفشرتم الجيش العربي السوري هو من سيفرض إرادة الحال في النهاية بالضبط دكتور خلاصي ما تفضلت به تقطع ما ذكره دكتور سليمان فندي بأن كل من يملك جهاز تكنولوجي متقدم يستطيع أن يكون مراسل ومصور ومخرج ومحرر ومزيع وهناك قنوات تستقبل وتبص ذلك هذا الموضوع يقودنا إلى مفهوم اللغو واللغة البصرية وقراءة الخطاب هل في الأزمات نحن بحاجة إلى من يدافع عن رأينا عن موقفنا عن حقيقتنا عن صدقنا أم ماذا؟ أنا في رأي الدفاع يبدأ من هنا من أرضنا من خلال وسائلنا من خلال شعبنا من خلال مؤسساتنا من خلال إحقاق الحق من خلال إحقاق القانون الذي هو يستطيع أن يحصن كل أفراد المجتمع كل الناس من إعطائهم حقوقهم وبالتالي جعلهم مرتبطون ارتباطا وثيقا بهذه الأرض لأننا نعلم هذا اللغو أنا من وجهة نظري يقصن ظهره هو إعطاء الحقيقة الصحيحة وإعطاء الناس حقوقها أيضا إذن لا نستطيع أن نفصل حقيقة بين عملية لغو إعلامي يريد أن يحقق رسالة ما في مجتمع ما وحقيقة أخرى أنه لا يريد أن يقدم هناك وسائل إعلامية وطنية لا تقدم الحقيقة كاملة أو جزء من الحقيقة أنا أركز على تقديم الخبر تقديم الحقائق كما هي قبل أن نلجأ إلى الآخر أنا أوافق الدكتور حسام أن يجب على المتلقي أن يدقق ولكن نحن في عصر السرعة لا يمكن وخصوصا في كم هائل من المعلومات يأتي في كل لحظة في كل دقيقة في كل ثانية على كل وسيلة وبالتالي نجزم أو نستطيع أن نحقق النصر في هذا المجال من خلال تقديم الأخبار كما هي على الأرض بالنسبة للحرب السورية أيضا ما يحسن الأمور هو تحقيق الجيش العربي السوري الدائم للانتصارات الدائمة حقيقة هو الذي سوف يحدد البوصلة القادمة للتحركات السياسية العربية الإقليمية الدولية ولكن يجب أن نحمي هذه الانتصارات أيضا بالمقابل من خلال القضايا الخدمية التي تهم المواطن يجب أن نحمي أيضا هذا التعايش هذا المزايك السوري الغني الذي يحاولون تدميره وتقسيمه إن صح التعبير إلى مستوى عائلات بقوانين جديدة إسوة بالقانون الذي صدر فيه محاربة وملاحقة ومعاقبة الخاطفين وهذه الظاهرة الجديدة في سوريا يجب أن من رأيي أن يكون هناك قانون جديد يعاقب كل من يسيء إلى هذا المزايك بطريقة أو بأخرى بتشريع ما يبدأ بعقوبات تدريجية وينتهي بعقوبات قاسية جدا إذن يجب أن نحمي أيضا هذه الانتصارات من جهة أخرى يجب أن نحمي ونساعد الجيش العربي السوري في تأديات واجباتنا في الإشارة إلى الفساد إلى مكامل الخطأ إلى مكامل التقسير الكل يستطيع أن يقدم وأنا أرتبط درجاحات فردية في مؤسسات في سوريا لم يأتي إليهم قرار من قيادة عليا أن لا يعمل وبالعكس أتاهم قرار بأنكم قد حققتم شيء في هذه المؤسسة إذن يجب أن نعمل ونحس بالمسؤولية يجب أن نرتقي في أدائنا في كل المستويات القطاع العام القطاع الخاص الموظف أو غير الموظف لا يهم نحن الآن مسؤولون عن سوريا هذه مسؤوليتنا قبل الصديق إذن يجب أن نضحي بكل ما نملك ونؤدي بالحد الأدنى في واجباتنا إلى مستوى تضحية الجيش العربي السوري الذي يضحي في الدم في الغالي والسمين أنت تطرقت إلى جزئية غاية في الأهمية إلى السلطة الاجتماعية وخطر هذه السلطة الاجتماعية إذا لم تعتمد على موضوع العقد الاجتماعي والتكافل الاجتماعي بمعنى أنه لا يمكن أن أؤجل الإصلاح ولا يمكن أن أؤجل حالات مكافحة ومراقبة الفساد والمفسدين تجار الأزمة وتجار العتمة ومن يلعب بقوت المواطنين اليومي من يستغل الأزمة ليرفع الأسعار بشكل جنوني إلى ما هنالك ظن منه أنها فرصة ومكسب يعني هذا يقودنا إلى مسرب آخر هل يؤثر ذلك؟ هذا يدعم ما يقوم به الجيش العربي السوري يدعم مصداقية الإعلام الوطني أو الشاشة الوطنية في أن تكون عين المواطن ورئة المواطن والصوت الحقيقي للمواطن؟ بالتأكيد يجب أن نعترف بداية حقيقة يجب أن نعترف أن لكل أزمة أو لكل حرب تداعيات الحرب على سوريا لا بد هذا الشيء الطبيعي عبر التاريخ عبر كل دراسات الاجتماعية والإعلامية والفكرية هناك تداعيات سوف ترخي بزلالها على المجتمع السوري بكل مكوناته وبكل فئاته وبالتالي حتى نستطيع أن نتغلب على هذه التداعيات التي يريدها الطرف الآخر العدو لسوريا أن تقوى وتتعزز في تقسيم المجتمع السوري بكل فئاته على المستوى الاتصادي على المستوى الاجتماعي على المستوى الفكري في كل مناحي الحياة يجب أن يكون هناك عمل موازي تماما في قضايا الحياة في قضايا الناس يحارب يعاقب ينظم لم نقل في الحد الأعلى الأعظم في الحد الأدنى لنساعد الجيش في تحقيق انتصاراته وتثبيت هذه الانتصارات لنساعد أنفسنا ولنساعد أنفسنا حقيقة الجيش يقدم الغالي والسمين يجب أن ندرك هذه الخطورة نقطة ثانية أستاذ نضال بالنسبة للإعلام في السابق لم يكن هناك إعلام فعل ورد فعل الآن أصبح الإعلام حقيقة دور الإعلام هو دور كبير جدا وعلى عاتقه مسؤولية كبيرة جدا تختلف عن ما كان عليه في السابق الآن أنت لا تستطيع أن تخفي ظاهرة معينة في مجتمع ما تحديدا فيما نعيشه الآن من تجار الأزمة من متجاوزي القانون من الذين يغمضين عينهم عن حقوق الناس وتأدية واجباتهم في أماكن عملهم الآن الإعلام يستطيع أن يلعب دورا كبيرا وخصوصا في السابق الإعلام كان يذهب إلى دراسة الظاهرة أو إلى من لديه شكوى أو تظلم الآن في وضع وسائل تكنولوجيا الاتصال أتاحت لك الفعل ورد الفعل التفاعلية الآن أصبحت هموم الناس تأتيك لماذا نلاحظ الآن إذا دخلنا على مواقع إلكترونية لها قيمتها واحترامها في الشارع السوري نلاحظ آلاف الشكاوى على عدة وزارات أو على وزارة أو على مؤسسة لماذا لا نعطي للناس حقوقها والضامن الوحيد لهذا العقد الاجتماعي بين الناس وبين الوطن وبين الأرض هو الحقيقة القانون عندما يسود القانون ويعاقب المسيء كبيرا أو صغيرا نستطيع أن نحقق انتصار بالتوازي لانتصار الجيش العربي السوري وبالتالي نقطع الطريق أمام من تخول له نفسه بأن يلعب هم لم يستطيعوا أن يشتتوا الجيش العربي السوري لم يستطيعوا أن يدمروا هذه المؤسسة فلجأوا إلى الاقتصاد هناك من يغني معهم ويتناغم معهم في تدمير الاقتصاد السوري هناك من يتناغم معهم في تدمير البنية الاجتماعية السورية أنا أقول بصراحة أن المجتمع السوري متماسك له تاريخ له حضارة ولكن أنا أؤكد بضرورة حماية هذا التماسك بحماية هذا التاريخ نحن نعلم بالعامية كل شيء داشر بيعلم الناس السرقة بهذا المبدأ وبالتالي نحن في حرب حقيقية يجب أن نحمي هذا التماسك وهذا الإرس التاريخي في التعايش في الانطلاق للعالم نحن سوريا خرجنا ثلاث حضارات خرجت للعالم أجمع أول أحرف أبجدية أول مكتوبة أول عاصمة في العالم مسكونة إلى ما هنالك سوريا التي خرجت الأفكار الدينية والفكر الديني إلى ما هنالك وبالتالي نحن في أمس الحاجة لقونة هذه القضايا حمايتها بقانون جاد وصريح وأعود وأكرر ضرورة تشريع قانون يعاقب كل من تسول نفسه في الحديث الجاد أو غير الجاد بشكل موسق بالاعتداء على هذا التماسك على هذا المزايك الغني الذي يحاول الغرب دائما منذ القدم حتى اليوم وحتى المستقبل في تدميره إذن لابد من سيادة روح القانون قولا وفعلا في هذا الظرف هذه الأزمة هل يمكن أن يسود القانون يعني دعني أتحول لدكتور حسام خلاصي دكتور يعني نقرأ ونسمع أن شيخ العشيرة وشيخ القبيلة والعشائر مع احترامنا للجميع تقدموا وأجروا مجموعة من المصالحات فيما تعلق بعمليات الاختطاف هنا وهناك هنا أمن الوطن أم أمن العشيرة تقدمت العشيرة تقدمت القبيلة الطائفة المذهب الملة إلى ما هنالك ووسائل الإعلام تلعب دورا سلبيا وهنا المشكلة والطامة الكبرى هل تتفق مع ما تفضل به الدكتور فندي أم أن لك رأي آخر بأننا نجري نحافظ على نحقق الأمن والأمان وبعدها نجري على الإصلاحات الأخرى وهي كثيرة وقد صدرت عن القيادة السياسية أكثر من مرسومة أكثر من قرار في هذا المجال وهذا الميدان عملية قوننا وأن نكون جميعنا تحت سقف القانون نعم بالإطار العام أتفق مع الدكتور فيما تفضل فيه لكن دعني أولا أنا محمل بأمانة حقيقة يجب أن أقولها على الهواء وهذا من صداقية الإعلام السوري مدينة حلب مشكلتها في الكهرباء أصبحت مشكلة وأزمة لذلك أتوجه للسيد وزير الكهرباء بأن ينصت لأهالي مدينة حلب وهذه المشكلة لأنهم أصبحوا في وضع لا يحسدون علي فيما يتعلق في الكهرباء أما فيما طرحت حضرتك النصر أو الخسارة كل ما يخدم النصر يجب أن نتجه باتجاهه كل ما يعيق النصر يجب أن نبتعيد عنه نظريا هناك مناطق تحت سلطة الدولة كاملة المجموعة السكاني منضبط فيها وبعلاقاتها وبقوانينها هنا في هذه المناطق أنا أقول يجب أن تبدأ عملية الإصلاح وبأسرع ما يمكن دعني أخذ من السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد مثالا ألسنا في حالة حرب عدوا المرات التي نزل بها السيد الرئيس إلى الشارع والتقى مع شرائح مختلفة في أماكن مختلفة ألا يشكل ذلك نموذجا لكل قادة ومسؤولي البلد الذين هم على تماس مباشر مع الناس لماذا لا يبادرون وبنفس المستوى أن يكونوا ساهرين يوميا سوريا ومشاكل سوريا ومشاكل المواطن السوري لن تدار من خلف هذا المكتب ولا خلف هذه الطاولة عليه أن يكون مئات المشاكل في الشارع يستطيع حلها محافظ أو رئيس بلدية أي أن كانت تكون محافظته التموضع خلف المكتب لن يقدم ولن يؤخر ولن يحل مشكلة مواطن على الإطلاق المواطنين حقيقة المواطنين السوريين غير عاجزين عن تقديم شكوى غير عاجزين عن تشريح الوضع الاقتصادي والاجتماعي أزماتهم الاقتصادية وأنا قلت في بداية الحديث أن الآن الحرب الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها لذلك علينا أن نعزز مواقع الصمود علينا أن نعالج الخلل الذي يمسدق مثل المواطن هذا لا يستطيع المواطن بمفرده أو مجموعة من المواطنين أن يقدموا إجراءا إلا عبر إحداث يعني اعتراض جماعي يأخذ شكل اعتصام أو ما شابه ذلك قبل هذه الحالة يفترض بالسيد المسؤول الذي يتعامل مع الناس عضو المجلس المدينة عضو مجلس المحافظة أن يحل المشكلة وأن يساعده الإعلام الذي لا يقصر والآن سأتحدث عن دور الإعلام بفقرة خاصة أن يساعده الإعلام بتسليط الضوء على طريقة أدائه وحله لهذه المشكلة ما عدا ذلك يصبح جهدا فارغا نحن على سبيل المثال عقدنا اجتماعا ومؤتمرا للحوار في أمانة اللاذقية للسوابط الوطنية بعض المعارضين سألوني قالوا لي ما الضمانات إذا أتينا إلى مؤتمر الحوار أن لا يلقى القبض علينا أو نسأل أو نتهم أو ندان قلت لهم الضمانة الأولى وهم يسمعون الآن ويستطيعون أن ينفوا صحة ما أقول لكنني قلت لهم وبالحرف الواحد لدينا ضمانة واحدة وحيدة وهي الإعلام السوري نحن كمواطنون سوريون نعرف تماما مدى أهمية هذا الإعلام الوطني ونعرف مدى مواكبته وضرورة مواكبته للميدان من جهة ولمطالبات الناس من جهة أخرى لكن يبقى علينا نحن المواطنين أن نبحث عن صيغة للتجمع والتنظيم يعني مطالبات الناس إذا لم تكن منظمة ستذهب عبر مطالبات قد تذهب في الهواء التنظيم في العمل والتنظيم في المطالبة هو أمر وحقيقة ضرورية تنقص المجتمع السوري خاصة في المناطق التي لا تشهد اضطرابات الكثير من الناس يعرف أين يكمن الخطأ لكنهم لا يتجمعون على فكرة كيف نعالج هذا الخطأ يعني يجب أن ولا يقصر هل لي سبب يعني لا يجب تقصيرا في تصنيف الضوء لكن هل سمت آزام دعني أتوقف هنا عند هذه الجزئية بعض الأصوات المحبة المشككة التي تستفسر بشكل أو بآخر لن نوصفها تقول أنه سبب يعني يأس البعض يأس من حالة إصلاح بعض المؤسسات وبعض المسؤولين ومن بعض الممارسات التي تعيق أكثر مما تقدم خدمات يعني لو فكرنا بجزئية لا علاقة بأن تذهب أنت كمواطن إلى مؤسسة تقدم خدمات بشكل مباشر للمواطن ترى موظف يتعامل بشكل منطقي وأخلاقي مع المواطن المراجئ وموظف آخر يتعامل معه بحالة عدوانية شديدة وإعقاد تبدأ ولا تنتهي وهنا السؤال هل كل الشكاوى والقضايا التي تكون قد تكون بسيطة وجزئية ويمكن أن تحل بكلمة أو بتوقيع ضروري أن تصل إلى مقام الرئاسة إلى مكتب سيد رئيس الجمهورية أم أنها لا بد أن تمر بالتسلسل المنطقي والطبيعي وعندما تسأل بعض المسؤولين تستاذي ضال تسمح لي هو هون المشكلة نحن في المجتمع السوري دائما كان عنا رأي على ما يبدو الناس فهمته غلط أنه نحن هل بحاجة لجمهورية ودولة إلا بحاجة لقبيلة يعني الناس لما بتعتقد أنه لازم تصل لمقام الرئاسة لحتى تحل المشكلة هذا نظام قبيلة هذا مو نظام دولي على الإطلاق نحن خليني أعلك تالي وببساطة شديدة الناس اللي قدمت شهداء وتفخر بأنها قدمت شهداء ألا باعتقاد هذا المسؤول الفاسد الموجود في بلدية أو في مجلس محلي أو في محافظة ألا يعتقد هذا الشخص بأن هؤلاء الذين قدموا أغلى ما لديهم قادرون على انتزاعه من مكانه واستبداله بآخر يقدم لهم خدمه ويقدم ويقدم وطنه وبدلا من أن يستفزهم ويحردهم وأن يجعلهم في حالة غضب يجعلهم في حالة هدوء الناس فقط صابرون لأن البلد في حالة حرب لن ينتظروا على مثل هذه الظواهر على الإطلاق لذلك أنا أطلب دائما بمراجعة يعني تصور اليوم السائق الذي أتى به إلى المركز على سبيل المثال قال لي عندما وجد عدة محطات للوقود مغلقة لنتيجة سريان إشاعمة قال لي أين السيد المحافظ لينزل ويفتح هذه المحطات يعني مثل هذا السلوك يجب على المسؤول أن يمارسه قدوة وأسوة بالرئيس الجمهورية الرئيس الجمهورية وفي حالة الحرب والكل يعلم مدى خطورة ذلك وأن الرئيس لا يأبه ويجابه ويقف مع شعبه لا نشاهد على الإطلاق مثل هذه المظاهر من الذين يقومون على خدمة المواطن والدولة وعند حالات مضيئة لكنها قليلة يعني أقول لك أنها حالات قليلة ليست حالات كثيرة المواطن صابر لأنه في حالة الحرب وفي حالة الحرب يقف الناس مع بعضهم البعض يشدون أزر دولتهم ولا ينحازون ولا يلتهون بأمور جانبية لكن للأمور طاقة وعلى الساد المسؤولين الذين هم منوطون بأمور معيشة الناس عليهم أن يعوا مدى خطولة تصرفهم إذ أنهم يقصرون في حق المواطن عدنا إلى المربع الأول يعني ليس بالضرورة أن يعني هذا العمل عملية المتابعة المحطات والكازيات والمؤسسات المختلفة ليست مسؤولية المحافظ فقط مسؤولية الجهات المعنية الأخرى يعني عدنا إلى المربع الأول الذي لاهوا علاقة بمسألة كيفية التعاطي يعني الأزمة لها تشعبات ولها تفرعات ولها تقاطعات لا يستطيعون أن يسقطون لا من هذا الباب ولا من هذا الباب ولكن نحن كمواطنين في هذه الدولة التي نعشق ونحب ونحترم نعترف أن لدينا خلل وهذا الخلل موجود في دواخلنا من غير المقبول أن يكون هناك وازع من ضمير أو أخلاق لكل واحد وكل مواطن وخاصة إذا كنت في موقع مسؤولية يا سيدي ما يحد من هذه الظواهر كلها هي سيادة القانون هذه من جهة من جهة أخرى يجب أن نتكلم ما يتكلم به الشارع يجب أن لا ننظر فقط الآن لذا كل صاحب مظلومة لذا كل صاحب حاجة ضمن القانون لديه إحساس كامل بأنه يجب عليه أن يتقدم بشكواه وتظلمه إلى مقام الرئاسة من أوصلنا إلى هذه الحالة المسؤول الذي أساء استخدام هذا المنصب أو هذه الإدارة من يعمل في الشأن العام عليه أن يكون متواضعا مضحيا لا يجب أن يكون متعاليا وأنا دائما أكرر يا أخي بالعامي خلينا نحكي السيد الرئيس دائما وأبدا من يعمل على تحليل خطاباته لغويا إن صح التعبير في البداية من حيث الشكل دائما يتكلم بضمير النحن وكثير من المسؤولين يتكلمون بضمير الأنع السيد الرئيس كما قال الدكتور حسام ضح بنفسه ونزل مرات ومرات عديدة والتقى بكل شرائح المجتمع من الممكن ومن الغير ممكن ولكن هناك بعض من يعمل بالشأن العام يسيء إلى هذه الأمانة أنا أقول لك وبدون ذكر أسماء أعمل على كذا ملف حقيقة يصنف فساد والتزوير وواء إلى آخر وبالوسائق وبالأرقام الحقيقة شيء يدنى له الجبين شيء غير معقول الآن دفعوا هؤلاء يندى له الجبين عفوا الآن دفعوا هؤلاء الناس إلى أنهم يعتقدون بأن شكواهم أو مظالمهم تحل بالوصول إلى مقام الرئاسة وهذا خلل يعني لا بالحقيقة أي مواطن يتمنى أن يعيش بكرامه ولكن شو حاجة للمر الأمر منه كما يقول العامل ولكن ألا تتفق معي دكتور سليمان فندي دكتور خلاصي بأنه يعني بعد حالات من شق أو ذهب إلى المسرب الآخر كانوا يتوقعون أن يكون له صدى لذلك قالوا للبعض ابقوا في أماكنكم وخربوا في المؤسسات يعني لا يكون ذلك جزء من عملية تخريب المؤسسات الدولة سائلة إلى حصول هذا التصادم هذه الإعاقات بشكل أو بآخر بخلال موظف صغير ممكن يقلب لك الطاولة رأسا على عقبه وما يمرر لا مشروع قانون ولا ممارسة ولا إلى آخره لا أنا أعتقد وأجزم بذلك ولكن كيف نحصن المجتمع والناس وحقوق الناس من هذا بسيادة القانون بالضرب بيد من حديد وخصوصا في هذه الظروف الصعبة على كل من تسول له نفسه اللعب في حقوق الناس تجاوز حقوق الناس إهمال حقوق الناس إذن لابد من سيادة القانون في هذا الموضوع وبالنسبة للصدى الذي كان يتوقعه من شقا عن سوريا أنا في رأيهم خونا ولذلك لم يكن لهم أي صدى على الإطلاق إذن نحن معنيون في الداخل في الخارج نحن معنيون في الداخل في تحصين الداخل وأعود وأوكرر من وجهة نظري يجب أن نحصن الداخل في الضرب بيد من حديد من خلال تشكيل لجان قضائية شريفة وسورية فيها واللادى هناك رجال يريدون أن يعملون بدون أدنى الشك بكل إخلاص وبكل تفاني في تأديد واجباتهم التي تراد بهم بتأديد حقوقهم تجاه هذا البلد وبالتالي لابد من إحقاق الحق من خلال سلطة القانون ولا سلطة غيرها يجب أن لا ندع أي مواطن أن يأتي من اللازقية إلى دمشق ليتابع إضبار أو مسودة معين أو طلب معين هناك قوانين ناظمة لهذا العمل ولكن يجب على الإعلام أيضا والإعلام يعمل في هذه الفترة ولكن أنا شخصيا طموح أكثر دائما طموح أكثر يجب أن يكون هناك إشارة واضحة وصريحة بالوسائق وبالأرقام على من يسيء حتى يتم معاقبته من خلال القانون ولا غير القانون نحن في حالة حرب حقيقية في حالة أزمة حقيقية علينا أن نقاوم بأشكال مختلفة وكي نقاوم علينا أن نطبق القيم والثوابت الوطنية والأخلاقية والتي لدينا منها الكثير دكتور خلاصي دائما الحديث عن موضوع الفساد والمفسدين أنا أعتقد وجهة نظري البعض يوافقني والبعض اعترض علي أكثر من مرة بأن المسؤول الفاسد أخطر على البلد من الإرهابي وكلاهما خطر أنت ماذا تقول استاذ نضال في الملاحظة التي ذكرتها قبل شوي جدا مهمة هناك كثير من الخلايا النائمة الإدارية دعني لا أتحدث عن الطبقة الثانية من المسؤولين والموظفين بالطبقة الأولى خلينا نكون واضحين شفافين ما زالت هناك كثير من هذه الخلايا النائمة المرتبطة مع المخطط الذي صمم لإنهاك سوريا ما زالوا مستمرين في استهلاك قدرات هذا الشعب وهذه المنطقة لذلك علينا من رفع وطيرة المقاومة السياسية والشعبية كل ما أعطينا سيقا للشعب كل ما أعطينا دور للشعب ولمنظمات أيوة يعني يبدو أن هناك خلال فنيا مع رئيس ما يعود معنا على الهواء مباشرة دكتور خلاصي دكتور خلاصي يتابع أنا معك استاذ نظام فضل فضل أكمل الفكرة أنا عم بقول الفكرة أن هؤلاء الناس ربما نحن غير قادرين الآن على كشف حقيقة لكن أفعال تدل عليهم يعني ما بقى نختلف على موضوع السيد الرئيس قال عبارة واضح يجب أن يقال للخائن خائن في عينك ما بقى الوطن يتحمل في هذه المرحلة ونحن نقدم أبنائنا وأولادنا وأخوتنا وأصدقائنا نقدهمهم شهداء في سبيل حرية وكرامة وسيادة سوريا أن نستطر على خائن وأن لا نفضح هذا الخائن أمران يقتلان هؤلاء يعملون وبدهاء وبذكاء شديد وموجودين في كل المنظومة تماما بأفعال ومراكز محددة لكن أفعالهم تدل عليهم إذا أعطينا الثقة للمجتمع المدني والسلطة الشعبية بأن تعريهم وللإعلام أنتم ونحن في الإعلام علينا ذكرهم بدون خجل ولا وجل فإن كان فاسدا من منطلق فساد هذا يعمل بفعل تخريبي وإن كان فاسدا مرتبطا بخطة فعليه فعل الخيانة وعليه جريمة الخيانة العزمة لوطنه في الوقت الذي هذا الوطن يدفع دمى من أجل سيادته واستقلاله الإعلام ثم الإعلام ثم الإعلام أنتم لم تقصروا ولن تقصروا ونحن نرى مستقبلا مشرقا لهذا الإعلام لكن عليكم أنا أقول هذه النصيحة عليكم متابعة النبض الشارع يعني اللقاء مع المسؤول لعشر دقائق واللقاء مع المواطنين لساعة هذا يستطيع أن يكسب مصداقية الشارع الزهاب إلى مكام الفساد بالكاميرا وبالرصد هو أمر مهم وضروري وبالمقابل أي مسؤول إيجابي بناء يقوم على خدمة وطنه يجب تسليط الضوء عليه ليكون قدوة حسنة لكل الناس الذين يضحون والمضحون هم كثر استاذ نضال والكل يعرف طبعا لكن الكاميرا لا تلاحظهم ولا أقصد كاميرا الإعلام فقط هم يعملون بصمت وهم يخدمون وطنهم بصمت لكن أفعال الشر التي يمارسها هؤلاء الذين يطلطون وراء مكاتبهم ويخربون من خلال فسادهم المزاج الشعبي هم هؤلاء الذين لا ترصدهم الكاميرا نحن أمام حرب اقتصادية بدأت مفاعلها منذ الشهر الرابع منذ بداية الشهر الرابع وهناك دراسات حقيقية موجودة ومراسلات بينهم تؤكد على أنهم بدأوا بشن هذه الحرب علينا أن نتابع نبض الشارع وأن نرصد هذه الحالات بدقة شديدة لكن سق تماما ورغم كل ذلك هذا الشعب مستعد أن يأكل الخبز اليابس ولا ينكسر لإسرائيل ولا للفاسيدين الذين يوطدون لخدمة مصلحة إسرائيل الخبز اليابس سنأكله ولا ننكسر وسندعم هذا الجيش بمقاومة سياسية لم يشهد لها التاريخ أبدا وعلى الإطلاق دكتور خلاصي أمران يقتلان الأوطان الصمت والجهل ونحن في سوريا لدينا ما يسمى ببيت المونة وبيت المونة السوري مليء ولله الحمد حتى لو وصلت الأمور إلى درجة ولا نتصل بمشيئة الله لأننا نأكل مما نزرع وهذا الموضوع غاية في الأهمية ويقودنا إلى الجزئية الأخيرة التي لا بد أن نختتم بها قد يقول قائل ذهبتم إلى موقع له علاقة بشأن فساد ومفسدين ولكن سوريا أسئلة كثيرة طرحت من خلال وسائل الإعلام مختلفة لماذا لم تهزم سوريا ولماذا لن تهزم سوريا للمزيك السوري للخصوصية السورية؟ هل الخصوصية السورية دكتور فندي هي مجب نعلق عليه بعض أخطائنا وبعض فشلنا وبعض إحباطاتنا ومراراتنا؟ على الأطلاق يجب أن تكون هي آلية لعمل وتدعيم وصيانة هذه الخصوصية وهذا المزيك قولا واحدا الصمود السوري الصمود الجيش العريبي السوري هو الذي ساعد وسوف يحقق النصر فيما بعد ولكن أنا أعود وأكرر يجب أن نحمي هذا النصر ويجب أن نحمي هذا المزيك بتأدية واجباتنا على أكمل وجه كل مننا في حسب موقعه وحسب مكانه وكلما ارتفع أي شخص مننا في مسؤولياته أو في إدارته للشأن العام تترتب عليه التزامات وحقوق وواجبات أكثر من المواطن العادي لذلك يجب أن نحمي هذه الخصوصية قولا واحدا سننتصر بإرادة الشعب بانتصار وتضحية الجيش يعني كي نكون أكثر بصداقية ونحن نسعى إلى أن نكون فعلا هذا الموضوع يعني كيف يجب وبالضرورة هل بالعودة إلى الهوية القومية والوطنية والدينية والأخلاقية هي التي تحصننا فعلا أم أن ما يريدنا ويطاردنا عبر وسائل الإعلام والنت والتويتر إلى ما هناك في رأي العودة إلى الهوية الوطنية التي يصونها ويحميها القانون ولا غير القانون إذن لا بد أن نحصن هذه المواطنة ولكن هناك أزمة أزمة وهناك من سعى إلى خرق القانون وتخريب القانون وتخريب البنى التحتية وتجاوز كل القوانين والعراف ولذلك أنا أقول يجب أن يكون هناك حرب داخلية ضد هؤلاء وحضرتك تكلمت في جملة أن الإرهابي إرهابي ولكن الموظف الفاسد هو أخطر حقيقة الإرهابي شخص أو مجموعة يواجههم القانون يواجههم الجيش بالقوة وبالسلاح وضمن نطاق وتحت غطاء القانون ولكن الموظف السابت من رأيي الفاسد عفوا من رأيي أنا هو معمل لهؤلاء هو معمل حقيقي لهؤلاء الإرهابيين يحول الإرهابي الاقتصادي ويخلق الإرهابي الاجتماعي ويخلق ويعمل على إيجاد الإرهابي السياسي والفكري وإلى ما هناك من أنواع إرهاب الآن أصبح العالم يتغنى بها إذن لابد من محاربة هؤلاء بنفس الإرادة وبنفس القوة ولكن من خلال قوة شعبية من خلال سيادة القانون إذن من خلال المراقبة الشعبية من خلال عمل القانون ومن خلال سيادة القانون دكتور خلاصي في الجزئية الأخيرة نريد أن نختتم وإياك هناك من يقول أن الإعلام هو الذي يحدد هويتك الوطنية القومية العرقية الدينية المذابية لأنه عندما يريد أن يتعامل معك ينظر إليك وطبعا لديه دراسات ومقاومات وإلى آخره ومن خلالها يتم توصيفك وضبطك ما رأيك تعليقك وبماذا تختتم ما هي الرسالة التي تريد أن توصلها عبر هذا المنبر الوطني أولا في البداية أنا أشكر معدي الحلقة وأشكر حضرتك تحديدا لأن هذه الحلقة فعلا سورية خاصة بامتياز وأتوقع أن تكون هناك حلقات تنبثق من هذا الموضوع وكل ناسقة بأن الإعلام الوطني السوري سائر في هذا المسار لكنها عملية ترتيب للأولويات أنا أيضا أريد أن أشيرها لنقطة يعني مراكز التلفزيون المحلية أنا أنصح بأن المراكز الإزاعية والتلفزيونية في المحافظات أنا أنصح المواطن السوري أيضا أن يتابعها لأنها تقدم حقيقة برامج تعنى بشؤون المحافظة وهي منبر يستطيع الكل من خلاله أنا كنت ضيف في عدة حلقات في المركز الإزاعي التلفزيوني في ترطوس عن الإصلاح والفساد وكان الحديث شفافا منطقيا وبكل جرأة وبكل صراحة هنا أيضا في المركز الإزاعي في اللازقية وكذلك في دمشق على المواطن أن يرتبط بهذا الإعلام كثيرا ما نسمع بأن الإعلام لا يقول كل الحقيقة لكن يمتاز الإعلام السوري بأنه لا يجذب ونحن تحدينا كل الكرة الأرضية بأننا لا نجذب لذلك هم حاربونا وحاربوا إعلامنا لأننا نقول الحقيقة والحقيقة لها أولويات واستراتيجيات سوريا إن كان الموضوع الختام عن أنها لن تهزم لم تهزم حتى هذه الساعة لكن الأجمل أن نقول أنها لن تهزم قوميا إسلاميا عربيا وطنيا كل ما يجمع هذه الأمة متوفرة على هذه الأرض صحيح أننا نعاني صحيح أننا فوجئنا بمستوى من الثقافة ومستوى من الانحطاط الأخلاقي لدى هؤلاء الذين دخلوا بلادنا وعاسوا فيها فسادا لكن هذه المفاجأة أنا أقول أنها ستبني من سوريا دولة أقوى من السابق وعكس ما كانوا يتصورون لدينا الآن ثقافة جديدة تماما هذا المواطن السوري الذي تخيله البعض أنه ضعيف هذا المواطن السوري خرج من قمكم الضعف هذا المواطن السوري أصبح ممبرا للحرية والإعلام الصحيح وأصبح ممبرا للديمقراطية ستتشكل في سوريا حياة سياسية جديدة حياة سياسية كلها أمل وكلها رفض لما اعترانا في السابق نريد أن نبني هذه البلد ونوجه الشكر في البداية قبل كل شيء إلى هذا الجيش الذي لو لاه لكانت هذه البلد غير موجودة والآن عندما يلتحم هذا الشعب بمستواه السياسي وبمستواه الفكري وبالمبدعيه الذين كانوا واقفين في الصف الثاني أستاذ ندار للأسف انقطع الصوت والصورة شكرا دكتور حسام خلاصي المحلل السياسي المعروف ونأمل أن كان هناك من جملة ختام لابد إذا كان بالإمكان لماذا تختتم دكتور سليمان فندي الحديث معك يا قدنا ومع دكتور خلاصي إلى مسارب عديدة ويخاصد الوجع يطويقنا الحنين لكن الأمل بالغد كبير لنعمل من أجل سوريا لنعمل من أجل أبنائنا لنكون على أكبر قدم من المسئولية وتحديدا من أجل احترام هذه التضحيات تضحيات الجيش العربي السوري فقط أم أن هذا الشعار أم هو حقيقة لا حقيقة يجب أن يقترم بالفعل من خلال تأدية كل منا لواجبه تجاه هذا الوطن واتجاه أبنائه حتى لا يكون منا منا على هذا الوطن يجب أن نحمي هذا الوطن بأفعال حقيقية باحترام لمبادئنا باحترام لتاريخنا العريق بالعمل الدؤوب لنتمكن من الخروج من هذه الحرب منتصرين ومن حروب قادمة ما دامت سوريا صاحبة الحق العربي المقاوم وصاحبة الدعوة والمقاومة في استرجاع كافة الحقوق العربية إذن سوريا تستأهل كل شيء يجب أن نضحي يجب أن نعمل ويجب أن نحترم بعضنا البعض ويجب أن نعمل على سيادة روح القانون الصورة التي تضعها أنت كمختص وبحث في هذا الشأن في البث الفضائي وقراءة الخطاب وقراءة الصورة الصورة التي تضعها لسوريا ما هي الآن؟ نعيش حرب حقيقية ولكن سنخرج منها منتصرين ولكن إذا أردت أن تضع صورة أو تقتصر الأمر بصورة تختار نبتة قمح أم تختار وردة أم صخرة؟ لا أختار نبتة قمح التي استطعنا بفضلها أن نقاوم وأختار أيضا زهرة القطن التي استطعنا بفضلها أن نقاوم لن نركع ما دمنا نأكل مما نزرع ونلبس مما نحيك ونختار أيضا الياسمين الدمشق والورد الجوري وشقائف النعمان التي تمثل أرواح الشهداء التي ذهبت لتروي بدمائها أرض الوطن شكرا دكتور سيمان فرمي شكرا دكتور حسام خلاصي كنا نأمل أن لا يقطعنا الإرسال فيما تعلق بالتواصل بيننا وبينك شكرا لمتابعتكم الهم القومي الهم الوطني مسؤولية من؟ لماذا لم تهزم سوريا؟ لأنكم أنتم لما تحملون من مقومات ومما تؤمنون من مقدسات لعلاقة بالوطن بالإنسان بالأرض بالتاريخ بالجغرافيا ولأنه الجيش العربي السوري ولأنكم أنتم ستنتصر سوريا ولن تهزم بمشيئة الله وعلينا أن نعمل لأن العمل هو جزء أساسي من العبادة المقدسة ولأجلك سوريا نصلي ولأجل شهدائنا ندعوا بالرحمة وندعوا لجرحانا بالشفاء العاجل وندعوا لأمتنا بأن تتعافى والمعافاة ستكون عندما يضبط إيقاعهم على التوقيت الدمشقي مساءكم سوري بامتياز والسلام عليكم ورحمة الله كونوا بخير نحن بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة